اشتركوا في القناة انسحب التطار وراحوا لبلاد فارس قبل الفترة دي وبعدها في كتير من التطار دخلوا الاسلام وبعد معركة عين جلود باربعين سنة رجع ملك من ملوك التطار اسمه جازان وقرر انه يحتل الشام ومصر جازان ده كان دهية حبي يفرق الجيش اللي هيحربه اللي هم الشوام والمصريين فعمل ايه؟ ادعى الاسلام وقال انه هو بيحارب باسم الاسلام لتوحيد الامة الاسلامية على كلمة سواء وارسل الى الخليفة العباسي اللي كان موجود في الوقت ده في القاهرة وقال له انا مسلم وبحارب تحت راية الخلافة العباسية وبدأ جازان او محمود جازان في الزحف نحو الشاب وطبعا جنوده هم كمان اعلنوا اسلامهم بامر من القائد بتاحهم وطبعا محمود جازان لما اعلن اسلامه عمل تشتيت للجيوش الاسلامية التطور اللي عمل محمود جازان باعلان اسلامه اتى ثماره ففي ناس من الجيوش الاسلامية قالك انا هنحنحارب مسلمين طب هما مسلمين زيين فده ادى الى اضعاف معنويات المسلمين اللي بيحاربوا جازان والتباس الموضوع عليهم فشاف كتير من المسلمين ان مفيش داعي لمحاربة جازان ومفيش فرق بقى بين التبعية للمماليك اللي هما مش عرب برضه او التطار اللي هما المغول مدم كلهم مسلمين وبدأت حرب بدعائية ونفسية بعت جواسيسه ودخلوا في وسط المسلمين وكان محور كلامهم حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار بس يا سيدي وهزم التطار المماليك في الشام ودخلوا دمشق سنة 1299 بس ما دخلوهاش كأنهم مسلمين فعلا دخلوها كأنهم غزاء استباحوا الارض واستباحوا الاعراض ونهبوا الاموال وعاثوا فيها فسادا وعملوا مسبحة عامة في الفترة دي في دمشق مين كان موجود؟ في فقيه شاب عنده 37 سنة اسمه أحمد ابن تيمية ابن تيمية شاف ان جنود المسلمين خارت قواهم بسبب حيلة جنود التطار بإعلان اسلامهم بسبب الموقف ده اصدر ابن تيمية فتواه بقتل جنود الطاغوت حتى وإن نطق الشهادتين وهو ده سبب الفتوى بتاعته سبب زمني خاص بموقف معين قال لهم جنود التطار تحربوهم حتى وإن نطق الشهادتين ابن تيمية أفتى بردة جنود التطار ووجوب قتلهم وسماهم الفئة الممانعة أي اللي منعت تنفيذ حدود الله من شهائره وصومه وحجه وزكاته وصلاته كل حدود الله منعها جيش التطار فعشان كده أصدر الفتوى بتاعته وقال ابن تيمية انهم يقتلون المسلمون ويستبيحون الاعراض والسلب والنهب وينطقون بالشهادتين لخداع المسلمين وقال كلمته الشهيرة لو رأيتموني في هذا الجانب اللي هو جانب التطار وعلى رأس المصحف فاقتلوني ومن هنا جاءت فتوته بقتل الجنود تنطق الشهادتين زي ما قلنا فتوى مرهونة بزمان وتاريخ محدد والأفراد وأشخاص محددين يجي بقى واحد دلوقت في زماننا يجتزئ هذا النص من أساسه ومن أصله ويقول انه شوف ابن تيمية بيحل القتل المسلمين حتى وإن ندخل مشاهدتين ومن هنا جاء مصطلح جند الطغوط وجيش الردة بعد الأحداث دي باربع سنوات انتصر الملك ناصر محمد بن قلوون على التطار وجزان هرب بعديها ورجع لبلاده وقعد سنة مكتائب ومات فكريل لما حكينا في قصة عثمار بن أرطغرل لما ملك بيزنطة كان عايز يحربه وأرسل إلى المرتزقة من كتالونيا وأرسل إلى ملك المغول فملك المغول قال له أنا بحارب المسلمين هو ده بقى جزان المعركة اللي انهزم فيها جزان كان اسمها سهل شقب كانت سنة 1303 ابن تيمية أصدر كمان فتوى الفتوى التانية اللي بتكلموا عليها وقال فيها إن المجاهر بالنية اللي هو بيقف في الصلاة وقول نويته أصلي صلاة الظهرة أربع ركعات خلف الإمام قال لني دول المجاهر بالنية يستتاب وإن لم يتوب يقتل أنا الموضوع ده قلت لواحد صديقي من الناس الملتزمة فقال ليه نهر أبيض ابن تيمية ممكن يكون قلده ليه لأنه مش عارف الأحداث اللي دارت فيها الفتوى دي الأحداث دي كانت خصوص إيه بخصوص الجنود بتوع التطار نفسهم اللي كانوا بيدخلوا في وسط جنود المسلمين ويجي واقف وسطهم ويعلن النية بصوت عالي نويته أصلي صلاة الظهر ليعلم اللي حوليه أنا مسلم أهو أنا مسلم زيكم لما عرف ابن تيمية الموضوع ده قال لك لا أولا نحن ما عندناش الجهر بالنية في الصلاة قال لك المجاهر بالنية يستتاب وإن لم يتوب يقتل لأنه أكيد بن جواسيس التطار وييجي إسلام البحيري أو غيره ياخد الفتوى دي مبطورة من أصلها ويقول لك شفتوا ابن تيمية بيقول إيه اللي بيجاهر بالنية بيستتاب ويقتل طبعا نحن للأسف الشديد البدعة دي موجودة عندنا أنا عرف ناس كتير جدا قبل ما تصلي بتعلن نيتها أكيد طبعا ابن تيمية ما كانش قصده ده وأكيد طبعا النية اللي قبله الصلاة دي اللي ياب القول غلط النية محلها القلب فالفتوتين دول تم بترهم من أصلهم طبعا هو بيقول الكلام ده ومتأكد أن في ناس كتير جدا مش حتدور على أصل الموضوع زي ما صديقي اللي ما كانش عارف الموضوع تصدم ولكن لما وضحت له فهم حاجة أخيرة عايزة أقولها ما تسمعش لأي حد بيتكلم على المشايخ بتوعنا وتسكت اسمع اللي بيقوله بعدين روح دور شوف أصل كلامه إيه صح ولا غلط ابن تيمية عالم مش إرهابي زي ما الإعلام بيصور لنا ابن تيمية شيخ الإسلام وإمام العلماء رحمه الله اعرف ابن تيمية لو عجبك المحتوى ما تنسناش بالاشتراك والمشاركة والإعجاب جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا